بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحج فريضة فرضها الله على أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهناك شعيرة عظيمة من شعائر الحج يقوم بها الحاج والمعتمر بلسانه تقربه من الله سبحانه وتعالى بهذا العضو الصغير الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لذكره والاستغفار والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهي التلبية التي تنشرح بها القلوب وتسعد بها الآذان ويحصر في قلب الملبي من اللزة التي وضعها الله سبحانه وتعالى لمن يديم هذه التلبية ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لأن التلبية إجابة الدعاء لله سبحانه وتعالى وهذه التلبية أمرنا الله سبحانه وتعالى أي أن العبد حينما يقول لبيك اللهم لبيك أي أجيب دعوة ربي سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا هذه التلبية حينما يقول العبد لبيك اللهم لبيك أن يجيب هذا ألست بربكم ثم يقول لبيك اللهم لبيك يجيب ربك سبحانه وتعالى حينما قال وأذن في الناس بالحج أن يقول لبيك اللهم لبيك هذه العبارات القليلة التي يتلفز بها اللسان الصغير من العبد الضعيف لله سبحانه وتعالى ترفعه أعلى الدرجات وكان سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من التلبية فيقول سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من قول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه التلبية أنت تجيب ربك سبحانه وتعالى حينما تلبي بهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أمر أن يؤذن في الناس بالحج أجابه كل من خلقه الله سبحانه وتعالى وأمره بالذهاب إلى بيته المعظم أي أن الأرواح في أصلاب آبائنا وأمهاتنا قالت لبيك الله ما لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فمن أجاب مرة واحدة ذهب إلى بيت الله مرة ومن زاد زاد الله له في الذهاب والزيارة لهذه البقعة الطيبة المباركة التلبية فيها أمر عظيم من الله سبحانه وتعالى إشارة إلى كرم الله وإلى فضل الله سبحانه وتعالى على عباده لأنه هو الذي دعاهم واستدعاكم لزيارة هذه البقعة الطيبة المباركة وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي أن الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نذهب إلى هذه البقعة المباركة فحينما تقول لبيك الله ما لبيك أنت تستجيب لهذا النداء الإلهي من الله سبحانه وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا أن الإنسان حينما يلبي معه كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن شماله من حجر وشجر ومدر حتى تنتهي هذه الأرض هكذا بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الكون الأشجار والأحجار كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى يلبي مع الإنسان في هذه التلبية التي شرعها لنا سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم ويسن للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية قال سيدنا صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه وقال له يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية وكان سيدنا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يرفع صوته بالتلبية هذا في حق الرجال أما المرأة فلا يسن لها أن ترفع صوتها بالتلبية ولكن تنبي بصوت تسمع به نفسها أو من معها ممن يطوفون أو يسيرون معها في هذه الرحلة الإيمانية المباركة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بزيارة بيته الحرام وأن يجعل ألسنتنا تقول لبيك الله كما لبيك في هذه الزيارة الطيبة المباركة هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا